مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم ما قبتلكم شو وصفه قبتلكم الكارتون اللي وصلني من عدن طبعا اخي اجاو نورني من عدن كيد اي حد جاي من عدن او اي من منطقتكم لازم توصوه حاجات او هم يقبلكم اشياء واختي هنا ما لاقتش اللي بابي جوي الكارتون هادة تحط لي الاغراض فيه بس مش مشكلة هنا اول ما فتحت لقيت درع كنت او قلابية كنت لمنزل عدن البسي حط ليها من فوق بس كده عشان مش عارفة ان عم يتكسروش الحاجات لكن بسكوت الشمار بسكوت اللبن لو شفتو كله اغلبه تكسرت فتفت لكن مش مشكلة اكيد قبتلي حلاوة اللبن وهريسة وحلاوة صوري اظن ايوة وهنا تعالوا اقول لكم يعني الشي اللي ما شاء الله يعني مشيش اقول لكم ايش هذا قبل ما تشوفوا الفيديو كامل اكتبوا بالتعليقات ايش هذا اللي افتحه ما شاء الله نوع القصدير هذا كتير حلو انا سألتقوا تلا ايش نوع القصدير قالت مش عارفة ايش بس انه السعودي هي روتني يا يجي منقوش جدا حلو متين يعني قوي اكيد عرفتوا هذا ايش هذا لخم تخيلوا ما شاء الله قدول اللخم في بق قدول لسقات طريقة التحضير ما شاء الله تطور تطور هذا لخم خلاص على طول في فوقه مكتوب الان طريقة التحضير وهنا فوح بعد اللخم فوح تعرفوا الفوح بخور يعني فوح نحنا نسميه او البخور اللبان الصومالي وهنا قبت لي هذا تسالي يقلوه زي طرزان قال لي اقربوه جدا حلو فاني ما قربتوش اظن في بونكهتين بعيد نفتحه مع بعض ما نشوف وكمان ايش نشوف ايش كمان قبت لي قبت لي كمان تاني حلوات لمن مش عارفة لش زيادة حلويات شافتني نقط سكر عندي ربي سعدي هنا تعالوا باقولكم ايش هذا قالب الروتي عشان نزلكم عن قوالب الروتي تمام وهنا انا حب الشراب نانا زل فيمتو وصويا صوس هنا دورت هذا النوع ملاقيتوش وكمان اكد شاي كبوس قبت لي وهنا هذا ايش اكتبوا لي هذا ايش لغلب بيعرف يعني ايش هذا وهنا السمن القمرية مش عارفة ايش قبت لي صغير انا قلت لي الكبيرة لكن مش مشكلة كمان قبت لي بسباس الان بفتح معاكم كل يعني الاشياء وبقولكم من فين وهنا كمان ملح وبهارات شوفوا دي الاغراض كله تقيبة من محل في عدن كريتر اسمو كشنا عدنية ما شاء الله البسباس عنده حلو والبهارات حلوة ونظيفة ويعمل يحمص اللوز تقول ويعني المكسرات ويقرشة كمان واغلب المحلات تشتري يعني من عنده وشوفوا المحل يعني الان تبعه هذا هو تبع المحل في بو كل حاجة وما شاء الله البسباس الاحمر اختي دايما لما ترويني بالفيديو اني اسألها قالت لي من شاء الله البسباس طبعيك يعني حلو احمر فهي قالت بتقبلي من المحل اللي دايما تجيب منه وكمان الاغراض كله اللي تعب معانا الله يسعدك يا رامي يعني كل الشكر لك رامي حداد طبعا لو بتروح المحل الاسم صاحب المحل اسمه عسمط قلوله من طرف رامي حداد او هدى عادي وان شاء الله يجب لكم احسن الحاجات شوفوا ما شاء الله كيف اصلا هو عنده كل شي حلوق يعني اختي تشكر بالمحل ما شاء الله شوفوا البسباس كيف وكمان البهارات حقه حلوة البهارات المشكلة اختي كمان تاخد منه يعني هي قبلي الاشياء اللي يعني تحب تاخد من عنده وقالت تاخد منه البسباس وكمان ادي البهارات ويعني باقي الاشياء طبعا الشاهي والملح الان بتقولوه هده لش تجيبي الملح من عدن ايو اني اجيب الملح حق عدن طبعا شاي الكبوس يمني هذا وبتشوفوا كمان الملح هنا قلسة اشوف شاي الكبوس اتفقد كل حاجة هنا انا بافتح معاكم هذا الكيس اللي في بول ملح والبهارات برويكم كيف حقوا البهارات كيف المشكلة طبعا اني افضل انكم متاخدوش بهارات مطحونة اخدوا كده البهارات لما تكون صحيحة تكون حلوة يعني تكون بهارات حب عرفتوا كيف تكون اللي مثلا دايما يغسل البهارات تقدروا تغسلوها معاني ما شاء الله البهارات تبين نظيفة نظيفة بس انا احب اغسل البهارات لما اشتريها لكن ما شاء الله شوفوا كيف البهارات فيها شيبة كزبرة لوميق قرفة قرنفل فيها يعني وهيل ما شاء الله تقنن عدن يسمو البهارات المشكلة بهارات شركة وهنا ملح البحر حق عدن طبعا لازم اجيبو لانه استخدموه في العشار احس العشار يطلع فيه روعة فاني احب الملح البحري حق انا حق عدن لازم كل ما قريب ما يخلص اخلي حدي يجيبلي وهنا هذا قلتوكم اختي قتقلي مثل يرجع مثل طرازان كده فقلت ليش بقرب ان شاء الله والله ونشوف كيف طعموا عني ما قربتوش للان ما قربتوش والله بس هم يحبونا اولاد اختي وكده يحبوه وهذا هو قالب الروتي طبعا هذا قالب قوالب الروتي كامل بكلمكم ياها بفيديو ثاني من خليوه فيديو ليش اني اخرتو عشان كله بسبب ده القالب كنت اتمنى اختي نتصور لي كان عند اختي ده القالب فهي قبت لي عشان اصور هنا شوفوا الصياصوس اني ما لاقتش قنبي هنا في مصر ممكن الاقي بالسوبا ماركتات الكبيرة وهنا نانا هذا جدا حلو نانا كده تخيروا تحطوه في جق وتحطوه علي كده ماء بارد وتلق يا سلام واكيد مع الصيف قبت لي ما شاء الله اني احبوه وهنا تعالوا اقول لكم ايش هذا طبعا هذا سمن بلدي اني احبوه مع الشربة يعني كنت برمضان اشتهي مع الشربة احبوه مع الفول الفصولية خلاص كده يعطيني طعم رهيب احبوه كمان اكلوه كده يعني ادهان في بول خمير الخمير اللحقين اوه رهيب جدا اللي ما يعرفش السمن البلدي حق اليمن فاتوا فاتوا كتير بقد من احلى انواع السمن طبعا مشهورين فيه اني ما بعرشوا من فين بالضبط يقوبوا بس اي احد تقولوا سمن بلدي بيدلكم عليه ما شاء الله وقت ما فتحت العلبة خلاص على طول كده دماغي راحت على ايش فصولية عليها كده السمنة وشاهي وشاهي كده بالنعناع والقرنفل وكمان خمير لحقي او الله يا ناس ايش اقول لكم بس وهذا السمنة وهنا طلبت مني لازم شوفوه في بيتي اللمسة العدنية لازم نحن يسموني اكياس المخد حتى بتشوفوه حق الزمان لازم شوفوه اذا ما حس حاجة من بيتنا في البيت عندي او لمسات ما حس بالحنان في البيت ما حس بالدف فاني مهما كان في موديلات في اشياء تريند وكده اني ما حبش حتى انهم يسموني قدادية لكن بجد لمسات الايام زمان دايما احب ادخله في البيت ومستحيل استغني عنه واكيد ما فيش كرتون يجي من عدن ما في بوش بخور عدني هذا شغل اختي الله يسعده اختي عيشة بصنعة وتعمل توزيعات اعراس يعني بخور وعطور تعمل وطبعا اكيد دايما تطلع لي قسم من البخور والعطور ربنا يسعده واكيد ما فيش غنم عن البخور العدني والعطور حق عدن الكل يعني يمدح فيها ويشكر ما فيش احد شم العطور والبخور ما تقننش عليها اتمنى اني اكون وصلت لكم حاجة بسيطة اذا انتم ممكن تطلبوا اشياء من اليمن ايش هي يعني ممكن تطلبوها في اشياء كتير مثل الفوفل الفوفل الملبس واشياء كتير يعني في اليمن او في كمان في عدن يعني تحديدا هذا هو الفيديو تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت سهلوا منكم